سيادة اللواء وصلتني مناشدة تقول أكثر من عشرة آلاف مقاتل بحشد الدفاع بلا رواتب منذ تسع سنوات مقاتلوا أربعة ألوية هي لواء سود المرجعية، لواء التحدي، لواء القدس، لواء باقر يعني سبقوا أن خرجوا بالفعل تظاهرات بمناطق لإنصافهم في ظل عدم صرف رواتبهم منذ تسع سنوات يعني يريدون حل مشكلتهم، سمعوا جنابك هنا شنو المشكلة؟ يعني يقولك حتى والله ما عدنا أجرة حتى نرجع لبيوتنا صحيح، الأخوان في حج الدفاع بارك الله بيهم قدموا ما قدموا أنطوا تضحيات ولا زاولوا لحد هذه اللحظة هم موجودين أنا شخصياً التقيت بهم، التقيت بممثلين من أدهم، وأيضاً كان لقائي مع عدد من أعضاء مجلس النواب وقدمت مطالعة مفصلة بخصوصهم، وشكلت لجنة بخصوص الموضوع مالاتهم لكن كنا نتأمل أنه في الموازنة يتم تخصيص مبالغ لهم، حقيقة لم تخصص مبالغ لهم بخصوص هذا الموضوع ليش يعني؟ بالفعل سيادة اللواء اللي حرروا كثير من المناطق، القرمى وزيدان وجرفة الصخار يقول لك إحنا مناطق من تنظيم داعش حررناها ومطينا أيضاً كنا سابقاً بالفرقة 14 تم تحوينا وإرسالنا إلى فرقة 10 أنا ما أقول لا، كل اللي يقولون نعم وبارك الله بهم وقدت لك قدموا تضحياته لازموا تقدمون أنا داحتي الموجود والحقيقة اللي موجودة هم بالنسبة لهم بعد نداء المرجعية حمله وسلاح وجوي صاروا مع قطاعات الجيش وتم تنظيمهم وكتبوا أدم رسمية وأدم أوامر قسم المشكلة لبعض من عندهم ضباط متقاعدين يعني مثلاً متقاعد برتبة رائد رجع للخدمة الآن أنا من أريد أرجع للخدمة أجي أعمل ضمن القانون قانون خدمة وتقاعد العسكري أنا طلع التقاعد برتبة رائد أقراني الآن أمداء أو ألوية الشون أقدر أرجع رائد وشون أنطي رتبة رتب أنطي عميد إحنا اقترحنا أدة اقتراحات النقطة الثانية موضوع اللي كبار بسن يعني عمره متجاوز السن القانوني نعم ومريض وغيرها وأكو قسم من أدهم لا ضمن الضوابط العمر والشهادة والياق البدينة وغير كلها كامل أكو لجنة شكلت قلت لشيها وده تعمل على هذا الموضوع منذ فترة وهم الناس طلعوا أكثر من مرة مظاهرات وأني شخصياً التقيت بيهم والتقيت مع ممثلين من أدهم وبكل أمانة بكل أمانة رفعت المطالع عمالتهم بتفاصيل كل أمورهم إلى الجهات المختصة يبقى قرار عودتهم من صرف أموال إلهم من إحالتهم على التقاعد من تعيينهم في صنف معين ضمن قوات المسلحة العراقية هذا القرار ما عائد إلي آني ستوجده نعم زين انت شفتهم جنابك لواءهم أسود المرجعية اللي يتألف من 350 مقاتل فضلاً عن ألوية القدس والتحدي وباقر اللي بالفعل دي يطالبون بمستحقاتهم المالية لكن هو السؤال اللي يسئلوه الحجد الشعبي الفروقات المالية لم يمنحون أسوة بالحجد الشعبي أنا ما أدري أخذوا دي أخذوا الراتب لا صارهم تسع سنوات زين هم تسع سنوات أسوة دي أخذوا راتب بعديني دور للفروقات طيب أي صحيح يعني أنا ما دعرف يعني غدوا المالية يجي يتعين ويخصص لراتب ويكملوا بعدين يقول يا بطوني الفروقات مالتي هذا هذا موضوع واحد العفو ستوجدان هذا موضوع واحد وهذا موضوع واحد بالنسبة للإخوان الموجودين في الحجد الشعبي هم ضمن هيئة الحجد الشعبي وهم مسجلين ولديهم عرقام احصائية ولديهم تخصصات مالية وأكو طلب مع الفروقات أكيد هذا يصرف مثل ما أي جندي سواء جندي أو شرطي أو منتسب إذا كان عنده فروقات براتبة تصرف للفروقاتها راتبة ضمن الموازنة تخصص وتناقش وتقر احنا اليوم المشكلة للأدل الأخوان أنه هم الآن ما متعينين يعني متجين عليه هو ما صادر لأمر رسمي أنه هو متعين بأمر وزاري بأمر ديواني بأي جهة احنا دي نعمل على هذا الموضوع وقدت لك أنا قدمت مطالعة مفصلة واعتقد يمكن اثنين من الأخوان السادة النواب لتقيت بيهم في مقر الدائرة مالتي بخصوص موضوعهم وحشينا بكل التفاصيل وقدمت المطالعة وحتى الأخ مسؤول للإدارة راح اسمه مبالي بس هو الشمري الرجل كان حاضر من جماعة حجد الدفاع وقدت لك أقو إجراء صار لكن نحجي على موضوع التخصيص المالي ضمن الموازنة نعم نعم اشتركوا في القناة